مرحبا بكم في قناة تحفة يوب بسبب دخوله في علاج مطول على اتر اصابته بكورونا هو وبعض الاطارات في رئاسة الجمهورية فبكل يوم يمر وهو غائب عن الاندار الجدل يزداد وتساؤل التكتور خاصة وان البيانات الرسمية كانت في كل مرة تؤكد ان حالته مستقرة وانهل علاج لكن الغياب استمر دون اي معلومة كافية قبل الحديث عن ذلك اكد اخيرا رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيعود قريبا الى ارض الوطن وانه يستعيد للعودة حاليا اذ ان عودته محتملة في اي لحظة وقد يعود على ما يبدو هذا الاسبوع هذا وقال قوجيل ان تبون سيعود الى ارض الوطن ويبشر مهمه مباشرة مضيفا ان الرئيس تبون سيتخذ قرارات مهمة لدى عودته لارد الوطن اذ ان هناك مخطط للاندماج سارعا وتعود فسرة الغياب واورد قوجيل للاسف هناك اناس في الخارج يحملون بوقا ند الجزائر ويستغلون فرصة مرض الرئيس في الترويج لمعلومة مغلوطه وعودته قريبا ستنهي الجد الذي خلفه غيابه لهذا فحسب كلام قوجيل ايضا فان الرئيس تبون عند وصوله للجزائر سيدهر للعالم ويبشر عمله وزيارته الميدانية فقد كانت هناك تساؤلات كثيرة ان كانت تبون سيدهر مباشرة عند عودته لارد الوطن او يستمر في عدم الظهور حتى عند العودة مع العلم انه اطلقت هناك فردية عديد غزة الشارع الجزائري وخاصة المواقع التواصل الاجتماعي بعض النظريات عن سبب غيابه كانت غريبة جدا فالبعض دعا انه توفى ولن يعود ابدا والبعض الاخر دعا انه مصاب بمرض اخر لن يشفى منه واخرون دعوا انه تعرض لحالة هو وافرد من عائلته حيث تظل مجرد اشاعة وفردية دون اي دليل عليها والجهة الرسمية ردت عليها ونفتها والاكيد انها ستنتهي كليا فور دهره المرتقب فما رأيكم في ذلك وتوقعكم لما سيفعله فور عودته هذا وفي خبر منفصل سلال يتشجر كلاميا مع مسؤول سابق في المحكمة ولماذا بك مجددا ووصيته للشعب الجزائري عند موته مع الوزر الاول السابق سلال الذي ادل بتصريحة عجبة في قضية الوزر راحل بن حمادي على اتر الملف التقل الذي يتبعون فيه حيث قال سلال في محكمة سيد محمد بالجزائر لعصمة اثناء كلمته الاخيرة انا مرهق نفسيا وجسديا ولدي من حتى قاعد اذا اردتم اخدها فاخدوها وتبع الرجل الذي يتبع في عدد كبير من الملف فاستقل مخاطبا القاضي وصية الاخيرة لكم جميعا في حال وفاتي وصيكم انه عليكم بدفن خارج تراب الجزائر لاني اخاف ان تقوموا بحجر قبر بعد وفاتي حيث ابدى سلال انهياره وحسرته الكبيرة جرأ كل قضايا الفساد التي يتبع فيها خاصة وان له كل ما فوسح ملف انتقل الا وكان هو وزمله الاخر احمد اويحي على رأسه لهذا يمتنون باستمرار وبشكل دائم في المحاكم محبرا عن ارهاقه النفس والجسد من كثرة المحاكمات وكان الاخير يحكي بحرقة كبيرة داخل الجلسة فهو عليه الاعداد من الاحكام التقيلة نظرا لفساده ومشاركته في سنزا في الخزينة العمومية نظر تسيير الكاريت وتلاعب اموال الشعب كما تحدث تسلال عن اكبر مخوفه واكثرها انشغالا في باله وهي خوفه من الموت داخل السجن حيث عبر ايضا عن كونه لا يريد الراحل من هذه الحياة وهو داخل سنزانته تحدث ايضا عن كيف انهارت صورته وتلتخط سمعته محاولا استعتاف القاضي وطلبه بانصافه ففي هذا الملف حكم على سلال بعشر سنوات نفس الامر مع زميله احمد او يحيا بتهمة منح متيازات غير مبررة للوزير السابق ورجل اعمال موسى بن حمالي الذي وافته المانية قبل اشهر في حين ان احمد او يحيا حاول الدفاع عن نفسه وتحدث كثيرا في اخير كلمة منحة له مدعيا انه لم يرتكب اي تجاوز او خرق ولم يسغل اي نفود ومارس مهامه في اطار قانوني متسائلا عن اسباب تحميله المسؤولية وحده دون اعداء المجلس الوطني للاستثمار والذي يضم احدى عشر وزيرا مع العلم ان او يحيا وسلال هما اكتر دوناء سبب خصائر ضخمة للخزينة العمومية وحطام الرقم القياسي في عدد قضايا الفسد التي يتبعون فيها فما رأيكم في الطلب الغريب من سلال للقاضي لدفنه خارج الجزائر ان توفى في الحبس اخبار الجزائر اليوم الوزير الاول السابق عبد الملك سلال لماذا فعل على مدير اندي ومدى حدث اثناء الجلسة في ملف رجل اعمال السابق محيدين تحتوز ومفاجآت غير متوقعة في مسلسل جالسة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زخم جددا البداية اولا مع عرض الجلسة التي يحدثها سلال وهذا بعد ان حاول المدير لعمل الوكالة الوطنية للاستثمار المدعو عبد الكارم منصور التهرب والافلت من المسئولية في ملف الحال تحددا في عرض مشاريع الاستثمار على المجلس الوطني للاستثمار ورح يحمي المسئولية للاخر وخاصة سلال ليطير غضب الوزير السابق سلال الذي تدخل في المحاكمة المباشرة من زيزانة الموقوفين حيث انتفض في وجهه ورح يصرخ عليه بقوله أنت كذب الكذب حرام قل صحي كذب لماذا لا تتحمل مسئوليتك في القضية وتكذبها كذا خاصة ان جميع المشاريع التي يتم عرضها على المجلس الوطني للاستثمار هو من يدرسها شخصيا والنتيجة تأتي على القرارات التي اتخذها هذا الاخير فهذه المحاكمة تحولت لحلبة مسارعة في 30 ناس قوية ونرفز بين المتابعين في الملف خاصة أن كل فرد منهم كان يحاول تملص من المسئولية إلى درجة تنقل بهم على بعضهم البعض وكل طرف يحمي المسئولية للتاني مع العلم أن عبد المالك سلال يتابع في ملفات كثيرة وهو الذي عليه أيضا أحكام عديدة إذ يعتبر هو وزمله الوزير الأول السابق ويحيا أكثر من عليهم ملفات الفساد فكلما فتح ملف فساد إلا وكان على رأسه محطما الرقم القياسي بفسدهما خاصة وأنهما سبب خصائر مهولة وفلكية للخزينة العمومية وأدرب الاقتصال الوطني بسبب التلعب المال عن متبديده هذا وفي خبر منفصل يستمر مسلسل تأجيل محاكمة الوالي السابق للعاصمة زوخ حيث تم تأجيل إحدى قضاياه مجددا إلى غاية 19 من نوفمبر الجاري لكن القضية الحاسمة التي ينتظر أن تأجل وتسكنه حبس الحراش هي في 17 من نوفمبر الجاري كونه استنفذ كل تأجيلة في قضية الحال هذا ويوجه عبد القادر زوخصها من تتعلق بتبديد العمد لأموال عمومية من طرف موظف عموم دون وجه حق والسعمال غير شرعي لممتلكات وأملك عمومية عهد إليها بحكم وظيفته وإساءة استغلال وظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصة أو لكيان آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر